هنروح بعد كده على كرة السلة وزا ما حضراتكم عارفين فرقنا فاز بالبسكتبول أفريكا الليج في نسخته التالتة تأهل لبطولة العالم وزا ما يبارضوا حضراتكم عارفين النادي الأهلي ليه ثلاث فرق هتشارك في بطولة العالم كرة القدم وكرة السلة وكرة الياد اللي قرأت عملت والبطولة تعامل في سنغافورة طبعا ده يعني صورة لحصولنا على البطولة وكانت في صالة كيجالي أيضا ويبدو أن هذه الصالة يعني وشاء حلو على المصريين وخاصة النادي الأهلي طبعا الأهلي وقع في المجموعة الأولى مع سيسي فرانكا البرازيلي وبطل جي ليج الأمريكي والمجموعة الثانية ضمت طبعا المنامة البحريني وجولدن بولز الصيني وتلكمبون الألماني ككل قرة بيتأهل منها بطل طبعا أفريقيا النادي الأهلي أمريكا بيتأهل منها مش بطل الـ NBA بطل جي ليج وهم ليهم حكمة بكده الجي ليج الحقيقة هو الدوري اللي بعد الـ NBA أو بيلعب فيه الدرافتس بتاعت الـ NBA وهو دوري قوي جدا يعني بطل وغلبا هو اللي بيفوز بالبطولة يعني السنة اللي فاتت كان برضو أو يعني كانت أول نسخة تقريبا السنة اللي فاتت أو اللي قبليها فاس بيها برضو بطل الجي ليج بتبقى يعني فرق قوية جدا وأيضا يعني سيسي فرانكا البرازيلي الفريق أيضا قوي المجموعة الثانية المنامة البحريني جولدن بولز الصيني وأتقول فريق الصيني فالدني هتبقى سهلة لا دور الصيني من أقوى الدوريهات في العالم وبيروح ليه الكثير من لعبة الـ NBA إذن دوري الصيني دوري صعب وقوي فإذن بطل الصين أيضا قوي وطبعا تلكمبون الألماني يعني حدث ولا حرج ولكن برضو مش بطل الشامبيج ليج اللي بيروح بطولة يعني أو الـ Intercontinental مش هو بطل أوروبا ولكن بيبقى بطل الاتحاد الأوروبي أو بطل كأس أوروبا هو اللي بيروح يعني بيبقى أقل شوية الهدف من كده أن يبقى فيه كومبيتشن نعم لو راح بطل أوروبا مع بطل الجي ليج أو بطل الـ NBA خلاص ما فيش كلام يعني هتبقى البطولة من طرف واحد سواء بطل الـ NBA أو بطل أوروبا الشامبيج ليج هتبقى صعبة جدا جدا فأكيد ده الهدف منه أنه يدي كومبيتشن أكتر للفرق الأخرى طبعا يعني البطولة تتعامل فيه يعني السنغافورة والحقيقة كان دي عقد بيمتدل ثلاث سنوات البطولة هناك هتتلعب يعني ممكن آخر بطولة كانت تقريبا في مصر بعد كده مضو عقد اتحاد الدولي الفيبة مع سنغافورة لتنظمها ثلاث سنوات متتالية السنة الجياء والسنة اللي بعدها وده الحل الحقيقة بيبقى في أغلب الاتحادات سواء بطولة العالم لكرة اليد بتتمضى ثلاث سنين في السعودية مثلا نفس الكلام بيبقى في كرة الطائرة يعني بيبقى العقدي ثلاث سنوات بتصادفها أحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي اشتركوا في القناة